العائلة الوطنية للانتخابات أكدت برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقد أنها الجهة الوحيدة المنوط بها إعلان نتيجة المرحلة التانية للانتخابات وأنها حددت يوم الحد القادم 15 نوفمبر الجاري لإعلان هذه النتيجة أي أرقام تم إعلانها في اللجانة الفرعية أو في اللجانة العامة هي مجرد حصر عددي لأصوات الناخبين وبالمناسبة متابعة وإذاعة وتداول الأرقام الحصر العددي ما هيش غلط بحكم القانون لكن الغلط بحكم القانون أنه أي مرشح يعلن فوزه بشكل نهائي انتهت عملية التصويت بالداخل في المرحلة التانية من انتخابات مجلس النواب يوم الحد اللي فات وبكده نقدر نقول أنه عبرت بنا أو عبرنا من هذا الاستحقاق بكتير من الهدوء أحس أنها من أكتر الانتخابات اللي كانت فيها هدوء لكن كان فيها برضو كمان على السعيد السياسي كتير من الشد والجذب خصوصا في دوائر الفردي اللي كانت معركة طاحنة والكتير من الناس الجميلة والمحترمة لم يوفقوا بسبب اتساع الدوائر وكانوا عندهم تعليقات تخص ده